موسيقى مصر خير أهلا بكم إلى حلقة جديدة من صوت الناس تتابعونها على صوت بيروت انترناشنل صفحة بيروت سيتي على فيسبوك على فيديو النيوز وتعاد مساء الساعة تسعة وطلت عبر إزاعة صوت كل لبنان ساسة هذا البلد ترعرع على عشق الحلول والخضوع للتسويات التي تعقب انفجارات دامية وتحول لبنان وشعبه إلى أشلاء وجرحة ولعل في الأعوام 1958-1989-2008 وربما لـ2020 دليلاً لا يرقى إلى أي شك ونسألوا أو تسألون ليش صرنا آخر الناس اليوم وقبل أن تجف دماء الضحايا سالة حبر استقالة حكومة الرئيس حسان الدياب مودعاً للبنانيين بعبارة الله يحمي لبنان الله يحمي لبنان لأن منظومة الفساد أكبر من الدولة الله يحمي لبنان لأن نماذج الفساد منتشرة في جغرافيا البلد الله يحمي لبنان لأن جداراً سميكاً يفصل بين التغيير الفعلي والمنادين به شهد شاهد من أهله ورحل سريعاً راح العالم يبحث عن مخارج لبلد كتب له أن يبقى أسيرة طبقة لن تغير ما في نفسها فبدأ الهمس باسمين لرئاسة حكومة المرحلة المقبلة الحبلة بالتحديات والاستحقاقات المفصلية ولكن وفق أي معايير ما المقصود بحكومة وحدة؟ أين هو العالم الذي طالبت القيادات السياسية بالإصغاء إلى صوت الشعب؟ أو الذي طالب القيادات السياسية بالإصغاء إلى طلب الشعب؟ هل يمكن أن يتخطاهم وينقاد إلى نماذج تشبه ما كان قائماً قبل حكومة دياب فيشعل بدوره ثورة على كبت الثورة؟ حكومة حيادية هل هذا هو الطرح الأقرب إلى الحياة أو الحياة في حال قاربه حزب الله بوجوه مقبولة؟ أمننا أمام مشهد ألا حكومة بسبب تضارب المصالح وتشابكها نتيجة استعصاء الحل في المنطقة حتى اللحظة؟ بالفعل الله يحمي لبنان ضيوف الحلقة للليلة النائف زياد حواط مصر الخير؟ مصر النور والخبير الدستوري استاذ سعيد مالك مصر الخير؟ مصر الخير أستاذ زياد وين صار الموقف الكبير؟ أول شيء الله يحمي لبنان فعلاً الله يحمي لبنان من هك تأم سياسي وصل لبنان إلى الارتهان واستفافه بمحور ما بيشبه لا لبنان ولا لبنانيين وانت يمكن هذي مسكرت بالله يحمي لبنان وأنا رأيي هذي هذي أكبر العلل وهذي أم العلل تموضع لبنان في المحور السوري الإيراني والعزل العربية والدولية وتغطية منظومة الفساد خلال العشرين سنة الماضية وصلتنا إلى هذه النتيجة فعلاً الله يحمي الله يحمي لبنان من هك منظومة وصلت لبنان واللبنانيين إلى الإفليس التاني طيب الموقف الكبير الموقف الكبير تنحمي لبنان كيف يعني؟ تنحمي لبنان تنوصل لللبنانيين حقهم تنرجع نعيد للمؤسساتنا الدول السورية شرعيتها المطلوبة أمتى رح تعلنوا الموقف الكبير بأي لحظة في موقف كبير خلينا نكون واقعين أستاذ سبقوا وقلتلع دكتور جعجا أصد مبارح حال في ليل ساعات في موقف كبير وين هو الموقف؟ بالتأكيد أهيان شيء نعمله اليوم نحنا نستقبل ويمكن أنا أحيان شيء لقى لي أنا كزياد الحواط قدم استقلتي وروح أقعب البيت هيك بيكون رضيت الناس صورة على الطرقات وانبسطوا إنما ما بكون قدرت أعملهم شيء ولا قدرت حطيت التران على السكة الصحيحة اليوم شو طالبين الشباب على الطرقات لهني أهلنا وبياتنا وإخواتنا وولادنا شو طالبين انتخبات نيابية مبكرة هل يمكن تقسير ولاية مجلس النواب غير من خلال المروء داخل مجلس النواب؟ قبل ما أوصل لها النقطة الموقف الكبير اتراجعتوا عنه بمجرد أنه كتلة الجمهورية القوية لن تستقيل الكتلة لن تستقيل الكتلة تستقيل لما ترى في استقالتها شيء يفيد خريطة الطريق تراجع جمبلات تراجع الحريري تراجعتهم لما تراجع بك يا أستاذ سنكون واضحين في أهداف من النصالة الهدف يقضي يمكن بين هلالين يكون موجودين جوا لمهمة محددة انت مبارح كنت حاطر الاجتماع اللي صار بيكرو بالاشتراكي ما خرجته على أساس خلال ساعات في موقف كبير خرجنا خرجنا أولا لجنة تحقيق دولية خرجنا اندخبات نيابية مبكرة خرجنا حكومة اختصاصيين حيديين فيها شخصيات وطنية مستقلة غير التكنوكراط المشبوهين في الحكومة خرجتكم تكنوكراطي عشبوكم بدنا تعجب الناس تعجب الرأي العام الدولي تعجب المجتمع الدولي إذا خرجتوا بهالأمور الثلاثة وين بقي في موقف كبير قلتوهم يعني إذا هؤلاء الثلاثة قدرنا وصلنا لهم بيكون عزين وصلنا للبنائيين ما قدرناش وصلنا لهم الاستقالة حتمية أها فأذن إذا في حكومة حيادية حكومة حيادية من مستقليين من شخصيات يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والشرعية اللبنانية والدولية اثنين اثنين لجنة تحقيق دولية للتحقيق لأنه ما عنا سئة أبدا بالتحقيق اللي عم بيصير داخليا بموضوع تلاتة جريمة العصر تلاتة جريمة بيروت تلاتة انتخابات نيابية مبكرة بأقرب وقت ممكن إذا هاوضي ما صاره الجمهورية القوية تستقيل حتما السيد سعيد نعم قادرين يستقيلوا بالظرف الراهن هلا بنا ثابت بالعودة إلى أحكام الدستور موضوع الاستقال بعيدا عن العرضات الإعلامية والإعلانية التي تحصل من قبل بعض الكتل أو بعض النواب إنها لا تفيد ولا تجدي بشيء اليوم عودة إلى أحكام الدستور تحديدا ليس هناك من أي نص دستوري ينص على مع استقالة عدد معين من النواب يستقيل المجلس ويعتبر محلولا حل مجلس النواب بالعودة إلى أحكام الدستور منصوص عننا بالمادية 55 معطوفة على الخمسة وستين والسبعة وسبعين والتي تتكلم عن حالات لستنا نحن بصدادها اليوم على الإطلاق بالتالي اليوم أي استقالة أنا أعتبرها استقالة مبدئيا إعلامية أو إعلانية لن تجدي نفعا ما عنده ضغط معنوي الضغط المعنوي بالنهاية لا يسمر بمكان طيب تسمح لي عم تتخيل مثلا ثلاث كتل في المجلس القوات اللبنانية الاشتراكي وكتلة المستقبل تستقيل أي مجلس استاذ ماريو اليوم لنكن واضحين اليوم هناك توازنات قائمة بالمجلس النواب اليوم ما يمكن أن يؤثر على إمكانية إسقاط مجلس النواب هي أما استقالة طيار المستقبل أو لقاء الديمقراطي أكثر مما يؤثر ذلك استقالة نواب الكتلة الجمهورية القوية لأنه مبدئيا هناك موضوع الميثاقية الميثاقية السنية والميثاقية الدرزية بس في نواب سنة من خارج كتلة المستقبل ولكن إذا أردنا اليوم ضمن إطار الذهاب إلى منطق اللقاء التشاوري وغيره من الأمور هذا مبدئيا من الثابت على أنه لن يذهب ضمن إطار أعطاء الصبغة الميثاقية السنية على مجلس النواب الكل يعلم على أن الكتلة النيابية الأوسع والأكبر والشريحة الأكبر هي كتلة التيار المستقبل وأيضا بالنسبة لموضوع ولي جنبلاط حضرتك كنت من الأشخاص اللي يعني ساعدوا السوار بإطلاق صوتهم خصوصا الصوت القانوني في مكان ما نعم كنت صوتهم في مكان ما يعني أنا اليوم صوت صوت من يثورون على اليوم الواقع الراهن على المنظومة التي هي عبارة عن فساد ومع سلاح مجلس النواب ضمن المنظومة نزلت الناس على الأرض تقول نحن بدنا تغيير المنظومة كاملة صحيح استاذ ماريو لا يمكن أن يحصل هذا الشيء على الصعيد الدستوري وعمل بأحكام الدستور إلا بأمر من إثنين إما أن يصار إلى إسقاط المجلس ميساقيا أولا وأما أن يصار إلى الذهاب باقتراح قانون أو بمشروع قانون إلى مجلس النواب من أجل تقصير ولاية المجلس بالتالي أنا أنصح مثلا بالمناسبة اليوم النواب الذين تقدموا باستقالتهم بالعودة عن هذه الاستقالة عملا بأحكام المادة 18 من النظام الداخلي عم تقول لهم أن تحروا عم تقول لهم أن تحروا لا لا السيد ماريو اليوم لنكن واضحين هناك وسيلة ممكن الذهاب إليها من أجل الوصول إلى حل مجلس النواب وإلى الهدف المنشود اليوم اقتراح قانون يوقع من قبل 10 نواب يرفع إلى رئاسة المجلس يقار بأكثارية 65 صوت يعني بالتالي هال 65 صوت عوض ما أنه يروحوا يستئيلوا من إطار اقتراح قانوني وافقوا عليه ليس موجود العدد بالتالي يعني مما يفيد أنه لن يفيد العدد لا بال 65 لا أكثر ولا أقل ونحط النواب الآخرين تجاه ويجبونه الوطني اليوم في هو سبق وقلت لك كبيري بين معظم الطبق السياسي والشعب اللبناني ولا أسسني أحد وعلينا جميعا تجديد شعبيتنا يتفضلوا باقي النواب في اقتراح قانون سوف يقدم بأقرب وقت ممكن إلى مجلس النواب لتقسير مدة ولاية مجلس النواب يتفضلوا جميع الفرقاء السياسيين يوقعوا على التقسير وتنمشي بإنتخبات نيبية وبكرة وهي اقتراح قانون في اقتراح قانون هيك نحنا سوف نتقدم فيه خلال كتلة جمهورية القوية رح تتقدموا باقتراح قانون من أجل تقسير ولاية مجلس النواب حطيتوا الرئيس بري بوجكم نحنا حطين الناس بقلبنا ورايحين نحقق لهم أمالهم وتطلعاتهم نحن الثورة ما الذي طير حكومة الرئيس دياب في آخر اللحظات أداءة لا المشكل هودكي تكاهنات المشكل وصول البلد أستاذ أنا لا أريد أن أذهب إلى نية أنا أريد أن أذهب إلى الواقع وعلى الفاكت وعلى الحقيقة التي حدث ووصول البلد إلى ما وصلنا إلىه فقر وتعتير وجوع المصريات مصادرة بالبنوك الشعب اللبناني لا يستطيع أن يستورد الشعب اللبناني لا يستطيع أن يعيش أبسط حياته الكريمة انفجار وزلزال بيروت علم المسبق لرئيس الحكومة بوجود مواد متفجرة في قلب العاصمة لبنان كلكم كنتوا تعرفين لا مش كلهم أنا منهم أريد أن أعرف لا تعرف كنيم كنيم وكتكتل منهم أريد أن يكون معنا خبر مدير عام مرفق بيروت ومدير الجمارك بلغ رئيس الجمهورية بلغ رئيس الحكومة وأكيد وزراء المعنيين معهم خبر من هون بتبلش محاكمات لا تكتصر فقط على الموظفين من رأس الهرم وصلنا لآخر موظف كل واحد ستر الأجهزة الأمنية مسموح بمرفق بيروت كل الأجهزة الأمنية موجودة من مخابرات لكوا أمان لأمن عام لجمارك لأمن دولي كلهم هون مش عارفين أنه فيه 3000 طن من المتفجرات بقلب مرفق بيروت عم عيد 100 أمتار شفت ليش فيه نواب يعني استوعبوا موضوع أو عبارة كلهم يعني كلهم راحوا أقدموا استئالاتهم لأنوا شافوا أنه إحنا صرنا بفراغ كله يا أستاذ أنا ما بدي كلهم يعني كلهم بدي حققلهم أمالهم للناس أنا ما بدي أهرب طيب كلهم يعني كلهم يعني الناس بدأتروح على الصندوق وتنتخل ناس جديدة اقتراح القانون يلي بتكون تمشوا فيه من أجل تقسير ولاية المجلس الاشتراكي والمستقبل الموافقين معكم عليه أخدتوا وعد مبارح أخدنا وعد من الاشتراكي وتفاهم من الاشتراكي والمستقبل بدرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة بأقرب وقت ممكن وبالتالي ما في حل إلا باقتراح قانون بالتأكيد أوكي يعني بس ما أخدتوا جواب واضح من المستقبل إذا ماشي بهالموضوع كلهم ماشي أنا معلوماتي إنه المستقبل ماشي الاشتراكي ماشي طيار العزم ماشي بتصور يعني المطلوب اليوم من كتلة حزب الله وأمل والطيار العوني يمشوا إلى جانب تقسير ولاية المجلس والذهاب مبأشرة إلى انتخابات نيابية جديدة ولتجدد الطبقة السياسية شو بيعمل أنون الانتخاب بهالحالة اليوم الرئيس برية كتلة رئيس برية عم تقول أنه بدنا لازم نروح على قانون انتخابة لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيدة الطائفة اليوم موضوع إثارة إثارة موضوع قانون تمشو في عفوا لبنان دائرة انتخابية واحدة انتخابات نيابية مبكرة وفق أي أنون لا نمشي بانتخابات نيابية مبكرة بياخد أشهر وأشهر وأشهر من أجل إكراره نحن بحالة نكبة بحالة كارثة الشعب اللبناني على الطريق نريد انتخابات نيابية مبكرة بأسرع وقت ممكن وفقا للأنون السابق فإذا ما في انتخابات يعني بالتالي اليوم إذا كان هناك من قرار لإجراء الانتخابات وتوافق بينك كافة القوى على إجراء الانتخابات لابد من أن تجري استناد إلى القانون الحالي لأنه اليوم عملية ذهاب إلى تشريع قانون جديد وإلى طرخات جديدة وبحث آخر ومناقشة لا تنتهي بالتالي وكأننا نقول على أنه لا انتخابات بالمدى المنظور تتذكر الرئيس بري لما كيف كان يوسف هذا الانون الانتخابات تتذكر لما قيل عنه أنه قانون مسخ صحيح أنت بدك أنه يعني الرئيس المجلس وحزب الله يمشي بقانون مش راضي يعني عم بتقوله انتعه سلم هذا القانون اللي هو مبدئيا كان الأقرب على التمثيل المسيحي صحيح الأقرب إن لم نقل ضمن إطار أنه الأنفع بالتالي المسيحي خاصة لأنه كان فيه تغييب للفئة والشريحة المسيحية بالقوانين السابقة اليوم كل المطلوب هو مبدئيا إيجاد حل وحل جذري وفاعل وحالي من أجل هذه النكبة التي نحن فيها اليوم بالتالي لا مفر إلا بالعودة إلى الشعب الشعب هو مصدر السلطات فليصر إلى إجراء انتخابات استنادا إلى القانون الحالي وليفوز ومن يفوز وبالنهاية فليصر إلى تشكيل الجنسية الجديدة مش عم بتقول إنه الاشتراكي قال إنه بده يروح على انتخابات نيابية ولكن رئيس الحزب التقدم الاشتراكي مبارح بالليل بمقابلة تليفزيونية بيقول نحن بدنا قانون لطائفة جاء أستاذ بالحالة طبيعية مش أنا قلت أينه بالحالة طبيعية بانتخابات بوضع بلد مستقر وما فيه ولا أي كوارث عم بتخوط فينا منروح مندرس قانون جديد إنما اليوم عم نطالب انتخابات مبارح قبل بكرة وبكرة قبل بعد بكرة اليوم تروح يتفقوا الفرقاء السياسيين على قانون انتخاباتي جديد بده سنة واثنين وثلاثة نحن مطالبين بإجراءة اليوم قبل بكرة وفقا للقانون الموجود فأزن هايدي تكويعة جمبلاطية لأ كانوا عندكم بعض الظهر كانت المقابلة بالليل كان في وضوح إنه ضرورة إجراء الانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن من أجل تجديد الشرعية السياسية أستاذ سعيد إذا مصر في انتخابات نيابية الحكومة ما بعرف الحكومة المستقيلة ملزمة بإجراء انتخابات فرعية بكرة إذا تقدموا نواب خطيا باستقالتهم أمام المجلس اليوم من تاريخ تقديم هذه الحكومة استقالتها عملا بأحكام المادة 69 باستقالة رئيسة حكما قد باتت بفعل تصريف الأعمال وعملا بأحكام المادة 64 من الدستور تحديدا الفقرة 2 تتكلم عن اليوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيق اليوم ليست باستطاعة الحكومة الحالية الذهاب إلى انتخابات فرعية كون هذه تعتبر منها الأعمال التصرفية وليست من الأعمال الإدارية كون ذلك يستدبع حجز مبدئيا اعتمادات وتسديد مبالغ ونفقات وهذه الأمور هذه الأمور ليست باستطاعة حكومة تصريف أعمال القيام فيها اليوم نحن على مقربة من تشكيل حكومة جديدة والحكومة الجديدة عندها ممكن أن تذهب إلى انتخابات فرعية بالتالي هناك خارطة طريق استاذ ماريو يجب علينا التنبه لها اليوم إذا أردنا الخروج من هذا المأزق ومن عنق الزجاجة علينا أولا الذهاب إلى تشكيل حكومة من الإخصائيين والحياديين يكون على برنامجها جدوى الأعمال واحد بيان وزاري واحد وهي الذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة فقط لغير على أن تنظم إما مشروع قانون تذهب به إلى مجلس النواب أو تتبنى اقتراح قانون تتقدم به الكتل النيابية من أجل تقصير مهل المنصوص عننا بالمادة بالقانون 44 على 2017 قانون الانتخاب الحالي والذهاب نحو انتخابات نيابية عامة انطلاقاً واستناداً إلى القانون الحالي ليس هناك من إمكانية لفتح نقاش حول قانون جديد أصبح الانتخابات الفرعية مشواردة انتخابات الفرعية ممكنة يوم إذا تأزمت الأوضاع يعني بالتالي إذا كان هناك نوع من ليل أذرع بين الفرقاء السياسيين ممكن أن يصار إلى مبدئياً الذهاب إلى انتخابات فرعية ومن هنا الخوف والقول إلى النواب الذين استقالوا بأنهم باستقالتهم وكأنهم يهيبون مقاعدهم إلى مبدئياً فرقاء آخرين وهم الأولى بها بالتالي من هنا موقف كان من يقول ما بيرجعوا بيترشحوا وبياخدوا هالمقاعد لا اليوم ضمن إطار المبدأ العام السيد ماريو اليوم من يترشح بالمبدأ وهذا ما قاله حتى الدكتور جعجة أنه لا يمكن له أن يعود ويترشح عن المقعد الذي كان به بحال كانت فرعية بحال كانت فرعية صحيح يعني بالتالي لا يمكن لنائب أن يسقط وليته وأن يسقط نيابته ومن ثم يذهب إلى الترشح عن نفس المقعد بالتالي اليوم هناك مخاطر ضمن إطار التشكيل النيابية اليوم على صعيد الكتل واليوم إذا ذهبنا إلى انتخابات فرعية ممكن أن نشهد تبديلاً عميقاً ضمن إطار التحالفات وضمن إطار ما يسمى التركيبة السياسية بمجلس النواب يعني اليوم اللي نعتبر على أنه صار هناك استقالة ثلاث نواب من الكتائب مقعدين في منطقة المتن اليوم بحال أجرينا انتخابات على الأساس الأكثر لابد وأن الفريق الآخر المناهد للكتائب سيصار إلى اقتناس أقل مقعد من هذه المقاعد ربما مبدئياً ستتوزع الأصوات ضمن إطار يعني هناك خسارة لمقعد ديابي معينة داخل المجلس بحاجة لكل صوت يعني في أصوات عم تروح من أمام السلسية اللي عندنا إياها سلسية لجنة التحقيق الدولية سلسية قنون انتخابي تقسير ولاية مجلس النواب يعني أدي عاطين حالكم مجال من أجل إقرار تقسير ولاية المجلس خلال الأسابيع المقبلة حلق اليوم في حكومة طارت مطالب بحكومة اختصاصيين أصحاب كفاءة عنوانة أنا بدي زيد على الأستاذ ببيانة الوزارة أساس هو الحياة هذه الثلسيات ما نخلص منها اليوم بدي يكون أساس يعني ما في حكومة لاي ما في حكومة أنت عم تتخيل أن حكومة تتبنى الحياة تشيل الثلسية لا لا شفنا الثلسية شو جبتنا الويلات شو كأساس بس نحن يا أستاذ ماريو بس أنتم مش وحدكم بالبلد بعدكم عم تتعاطب البلد وكأنه البلد بحالة استقرار ورفاهية لبنان بحالة نكبة لبنان بحالة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وثقافي وأخلاقي بس ما تغيرت الموازين يا أستاذ ما تغيرت الموازين بلا كيف تغير كل شي اللبنانيين سائرين على الطرقات اللبنانيين عم بيصرخوا من الجوع من الفقر من القل من التحتير من الدمار من القتل ما بقى بدنا نعيش هاك معظم اللبنانيين من كافة الطواقف ما بقى بدنا نعيشوا هاك ما بقى فينا ندفع فتورة ارتهان لبنان للمحور السوري الإيراني فإذا انتوا رايحين على عزل طائفة نحن بنروع على حياد حياد يضمن حقوق جميع اللبنانيين الحياد الإيجابي يلي بيجمع الشرق والغرب شفنا استفافنا شو كلفنا نحن اليوم عندنا حكومة جديدة أول مستلزماتها حياد لبنان تانيا رؤية اقتصادية واضحة وأرقام واضحة تنروع الصندوق النقد عايم ومهين بحق لبنان هالبلد العاش تارفة أربعمية اثنين وخمسين كيلوماتر نروح بمئة رقم على المجتمع المال الدولي أنا بدي أسألك سؤال هالحياد اللي عم تحكي عنه ليش حتى انتوا هلأ يعني إذا فينا نسميكم المعارضة معارضة جديدة انتم متفقين على تفسير الحياد حياد لبنان نعم عدم الارتهان لا ولا أي محور وبركي أحد المحاور تحش علينا يا أستاذ اليوم لما فيكم فيه استفاف لبناني لما بيكون فيه التحام لبناني اليوم بيكون فيه تضامن لبناني ما حدا بيقدر علينا السعيد هذه المظرية انه عطول حطين إسرائيل بعبع ما حدا أكتر مننا عدو إسرائيل وما حدا أكتر مننا بدواجه الإسرائيليين عندنا جيش لبناني عنده كل الكفاءة والإمكانيات نصطف كلنا إلاجين مور كفاءة إيه بس إمكانيات وإمكانيات لما عمل معركة الجروت كان فيه تنويه من المجتمع الدولي ومن الجيش الأمريكاني ومن كل الجيوش العالمية انه جيش كفوق ومن أقوى جيوش المنطقة هل عم بتحط داعش والنصرة وكانوا هاينين بقوة إسرائيل شغلوا العالم الداعش والنصرة على مدى عشر سنوات اللبناليين فهمنين شو يعني الحياد لك من الثابت أستاذ ماريو على أنه الحياد هو ينطلق من الميثقي لكن طلقت لنا لبنان لبنان انطلق ضمن إطار مقولة لا شرق ولا غرب لبنان مبدئيا حينما كان يعتمد الحياد كان سويسا الشرق كل عالم تعلم ذلك يعني بالتالي اليوم ما أرهق لبنان وما جعله بهذا المصاف ضمن إطار الدول المتخلفة هو مبدئيا انحياز لبنان والذهاب إلى محاور وهذه المحاور التي أودت بلبنان بهذه الخسائر الكبيرة اليوم من الثابت على أنه الحياد هو الدواء الناجع من أجل الذهاب بعيدا عن هذه المشاكل التي يعاني منها اليوم والذهاب نحو إعادة انهاض لبنان من كبوته بالتالي الحياد هو عنوان أساس يتوجب علينا الذهاب باتجاهه لا نحو الغرب ولا نحو الشرق لا بدون إطار ما يسمى التحالف الأمريكي الأوروبي أو التحالف الإيراني الفارسي أو سواها من ذلك اليوم لبنان ليس باستعاطي وليس بإمكانه الذهاب دون إطار المحاور عندي بعض نقطتين اللي علاقة بمجلس النواب وبدأنا نتقلع موضوع الحكومة ما بتعتقد إنه لو فعلا اتكتلوا هالكتل الكبير يعني المستقبل الاشتراكي القوات اللبنانية إضافة إلى كتل أخرى ويمكن مستقلين ما كانوا قدروا حرموا مجلس النواب من أغلبية التلتين التلتين من أجل ماذا بعض القرارات بحاجة للتلتين يعني ليس هناك تلتين إلا بإنتخب رئي جمهورية يعني بتعديل دستور لا تعديل دستور بس عم تتخيل مجلس نواب نعم فاقد أكتر من تلتين ونحن عم نحكي بحدود الستة وخمسين أو خمسة وخمسين السيد ماريو اللي نتكلم بشكل صريح وواضح من أجل أن يفهم منشاهد قبل كل شيء اليوم هناك قوي موجودة وبالتالي سطوي موجودة للأسف من قبل السلاح ضمن إطار الدولي داخل الدولي اليوم مبدئياً عندما جرت انتخابات عام 2009 حققت قوة 14 أظهر أكثرية نيابية منفتة ورغم ذلك ما قدرت حكب ورغم ذلك لم تتمكن من الحكم بس سبق سعد الحريري لما قال ليلة الانتخابات أنه أنا رأي على تفاهل صحيح ولكن سبق سبق ذلك خاف من السلاح يومتا فيه سطوة سلاح أستاذ باريو خاف ما لا استقرار البلد صحيح وما لازم ننسى أنه حتى حسن نصر الله إله أبي هاي دي كلفتنا من ينجح فليحكم هاي دي كلفتنا تدهور دراماتيكي ليش مراهن هلأ على تغيير فأزاً السلاح بعضه موجود شو بدك تغير كيف شو بدك تغير شو بدك تغير اليوم الوضع إذا كان معزور سعد الحرير يوم متى قد تكونون معزورين اليوم وضع حزب الله بالألفين وخمسة والمجتمع الدولي يختلف تماماً عن وضع حزب الله والمجتمع الدولي بالألفين وعشرين في رعاية دولية ومحاولة لإنقاذ لبنان دولياً أنا رأيي لبنان منه متروك لبنان في في عين سهر عليه في عين بده تحافظ على استقراره وعلى إعادة نهطه وبالتالي الظروف التي رافقت حزب الله بالألفين وخمسة للألفين وسبعة وإشتياح بيروت تختلف تماماً اليوم عن السابق شو يلي تغير الأولويات أولويات مين؟ أولويات الدول المجتمع فأذن لما بيقولو لكم أنه أنتوا يعني شادين ظهركم بمجتمع دولة جايين يضرب المقاومة بيكونوا معهم حق نحنا بدنا دولة تحكمها القانون والمؤسسات يحكمها الدستور نحنا لما لا رعا نجي نحمل سلاح ونروح نقاتل حزب الله ولما نقاتل غير حزب الله نحنا بدنا دولة نعيش فيها ونحنا وشراكينا بالوطن بالتساوي أستاذ زياد ما حدا يقنعني أنه فريق عنده سلاح وفريق آخر عم يتحاوروني مكبل يدين هيدا مش تحاول ترمني عم بتقولي أنه المجتمع الدولي غير نعم شو خريطة الطريق المرسومة حياد لبنان بالقوة مش بالقوة بالمنطق بالعقل يا أستاذك في حدا مش قبل معك بهيدا المنطق شونا طرين بعد اللي صار في حدا مش قبل معك بهيدا المنطق بدوا يفهم وبدوا يوعة وبدوا يعرف أنه لبنان واللبنانيين مش قادرين بقى يدفعوا فاتورة ارتهناتو صرف لي هالكلام على الأرض بدوا يفهم حزب الله وانا صرف اليوم عم بكتب له أنه يا خي عودوا إلى لبنان ما بقى فيها ندفع فاتورة ارتهناتكن وذهابكن في المحاور اللي ما اكتشبهنا إذا ما رجوا على لبنان إحنا رايحين على حرب لا مش على حرب لوين لن نسكت بعد الآن عن وضع لبنان في موقف عزلة دولية وإقليمية وإقليمية وفكر وكارسة ونكبة لن نقبل ولا نسكت بعد اليوم وسوف نكون صوت الصوار داخل مجلس النووي متما كنا صوت الصوار لما طالبنا باثنين أيلوت بالطولة بالطولة الاقتصادية ببعبدة بحكومة اقتصاصيين مستقلين لكن في ثورة ولكن في ناس على الطرقات اللي لهم البلد متما أنه مكمل رأي على انهيار مالي واقتصادي من طالب بحكومة ناس أكفاء كثير منيح دشعلها متنين أيلول سنة ما عملنا شي جيبوا لنا حكومة تحت إطار تكنوكرات وكلنا بنعرف مين ركبها وبالليال الظلمة والمؤسف أكتر من هيك يا أستاذي أنه بعدنا منشوف اجتماعات ليلية بين جبران بسيل والخليلان والرئيس بري وكأنه البلد بألف خير وكأنه عم بيتقصموا الجبنة من أجل تشكيل حكومة جديدة شو بتوصفوا هيدا الاجتماع شو بتقول عنه نوع من الجنون ببلد بحالة نكبة بعدهم عم بيفكروا تفكير اعتيادة لتقصيم الجبنة لك أي جبنة لك الأشريق بعدها عالطرقات ريحة الموت ببيروت الشعب اللبناني يا نيم عالطرقات يا مهجر من بيوته يا ميت تحت بيوته يا ضايع أستاذ زياد يقال أنه أنتو مثل الزوج المخدوع بما معنى أنه أنتو اتفقتوا أنتو والاشتراكي عفوا اتأخرت عليك أستاذ سعيد اتأخرت اتفقتوا أنتو والاشتراكي على موضوع الاستقالة أو موضوع تقصير ولاية المجلس حلّت الأمور بين النائب وليد جنبلاط الأستاذ وليد جنبلاط والرئيس بري بأنه خلينا نفتدي الأمر بالحكومة مش بالمجلس أستاذ لا خلينا نكون واضحين قل لي هذا شيء مظبوط لا مش مظبوط اتفقنا على ثلاثية قلت لي إياها اتفقنا عليها وما مشيش هالثلاثية رايحين حكما على الاستئالة الاستئالة بجايبتنا وصدقني الاستئالة أهيان شيء بعود وبكرر نقدم استئالتنا هلّا بس عايزين كل صوت بصوته بداخل مجلس نواب إذا ما بتنفقه فإذا انتو بانتظار يعني انتو بس هالثلاثية هاي عودة السوليسية فقط عايزين انهم داخل مجلس نواب وبنا نروح عليهم قدرنا نحققهم كنبيه ما قدرنا نحققهم الاستئالة موجودة ماذا بعد الاستئالة هاي إذا استقلتوا شو بتعاملوا هاي هاي سألني شو بتعاملوا بعد مش مخضرين خريطة الطريق ما بعد الاستقالة لأنه مش مسحة تفل من المؤسسات الشرعية وانت تروح لأوين عالشارع بركة والشارع بده بده وضوابط معيني بتصيروا انتو الكتائب بالشارع مش مشكلة احنا هو الشعب اللبناني بالشارع مش بس نحنا هو كتائب شو الشارع هو كتائب الشعب اللبناني سائر إنما تننزل كلنا على الشارع بدنا نكون محاضرين خريطة الطريق حقيقية ليش عم نقول هاي السوليسية يا منقدر نصلى ومنوصل للشعب اللبناني حقه يا لحقين ننزل ونقدم استئالاتنا ونكون بالصفوف الاكتر من امامية قبل الشباب والصوار أنا يعني حابب شي نحنا عم نحكي بها الحديث إنه رح منشوف صور حصرية لا برنامج صوت الناس صور حصرية رح تطلع من مدينة بيروت يعني عبر المخرج اللي عم بيعوننا والشباب رح نشوف صور مباشرة من بيروت من العاصمة من خلال الدرون صور حصرية مباشرة من تباعها هلأ وهي دي أول مرة صور تطلع على الهوى للأسف يعني منطقة البور متل ما بتعرفهم بيني واضح بشكل كتير واضح مستوى الدمار والخراب بسبب وبعدهم بيعملوا اجتماعات ليلية يا عمي والله عايشين بغير كوكب حتى يمكن الله استطرنا أنه مش لالفان وسبعمائة وخمسين طن اللي مفجروا يعني فيه خبراء عم بيقولوا وهون مطلوب لجة تحقيق دولي تتأكدنا شو كميات المواد المتفجرة وإذا باقي مواد ونية ونية وموجودة بتعتقد استاذ السعيد أنه يعني رئيس الجمهورية رفض تدويل الموضوع نعم ورفض تدويل وقال مش على أيامة بيتدول هيدا موضوع والله شفنا الويلات على أيامه شفنا نكبة اللبنانيين على أيامه شفنا تحطيم بيروت على أيامه هي وقفت على النحكم الدولية مش على أيامه تحقيق دولي تعتقد أنه قداش ممكن يعني الجسم اللبناني بعد يحمل تدويل لأزماته لك السيد ماريو اليوم كل فريق معني يحاول رمي المسئولية عن كاهله وهو القاءة على الغير اليوم مع الاحترام لموقع رئيس الجمهورية حتى رئيس الجمهورية مسؤول رئيس الجمهورية عملا بإحكام الدستور سيام المادة 49 والمادة 50 والتي تتكلم عن القسم بإحترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها حتى لبل المادة 53 نصت على أنه باستطاعة رئيس الجمهورية فيك كفة كفة بس ليك هالمشاهد اللي عم نشوفها بين الأهراءات من ميلة البحر كيف مضروبة ويمكن الله ستر أن هذه الأهراءات مبنية بشكل ضخم وثابت جدا تحت تخففت من قوة العصف يلي كان ممكن لا سمح الله يحطم يحطم مساحة أكبر من مساحة بيروت الجوار عفوا تفضل يعني بالتالي اليوم حتى بالعودة إلى أحكام الدستور المادة 53 تحديدا فقر 11 تتكلم على حق رئيس الجمهورية بطرح أي موضوع من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء وحتى لبل الفقرة 12 تتكلم عن حقه بدعوة مجلس الوزراء بكل حالة بالاتفاق مع رئيس الحكومي يرى أنه من الضروري دعوته يعني هناك صلاحيات بيد رئيس الجمهورية وهو سندا للمادة 49 رئيس اليوم المجلس الأعلى للدفاع اليوم كان يقتضي وعملا بأحكام المادة 9 من قانون الدفاع الوطني 102 على 83 كان يقتضي على رئيس الجمهورية دعوة مجلس الأعلى للدفاع من أجل بحث هذه المعلومات الخطيرة التي وصلت إليه ولكن ليس باستطاعت رئيس الجمهورية أن يقول اليوم أني لست مسؤول وأني قد ألقيت أو دعت هذه الأوراق أو المرسلات إلى الجهات المختصة فيما نرى على أن رئيس الجمهورية تدخل في الشارد والوارد على صعيد إن كان هناك من تعينات أو تقسيمات أو سواها من المكاسب للأسف حتى رئيس الحكومي أيضا مسؤول وحتى الوزراء مسؤولين وحتى كافة الأجهزة الأمنية ليس هناك من ثقة ضمن إطار ما يسمى التحقيق الداخلي هذا لا ينطلق من منطلق عدم ثقتنا بالقضاء القضاء بلى ليش بدنا نستحي هذا أستاذ زياد عم بيقول نعنى ما عنا سئة بالتحقيقات الداخلية لا لا خليني خليني يكفي ما علي لألك ليش أستاذ ماريو لماذا مصادرة حتى اليوم لا نحنا أنا أتكلم على أنه الاحترام بالقضاء ضمن إطار كرئيس مجلس القضاء ومجلس القضاء أعلى ولكن اليوم ليس هناك أو إحالة القضية إلى المجلس العدلي غير كافي لأنه أولا كل مبدئيا جرم يحصل يصار إلى إتمام التحقيقات من قبل الضابط العدلي الضابط العدلي اليوم التي هي اليوم الأجهزة الأمنية الأجهزة الامنية اليوم مرتبطة لا نقول ضالعة أقل متهمة بالتقصير أو التخاذل بالتالي هل يعقل أن تسلم التحقيق إلى أجهزة أقلوا بالحد الأدنى مقصرة أو متخاذلة عم بيقول متورطة ومشتركة أنا أقول يا متورطة يا مشاركة يا مهمنة مين هي الأجهزة التي تحتاج عنها؟ التي تدولت تحقيق راهنا لا أبدا لك يا أستاذ مضبوط اليوم مخابرات الجيش مش موجودة ببور بيروت ولو ما عدت مخابرات الجيش إذا واحد بيعرس بيعرس خي وقوص ضربة يعني الجيش مورط إذا مش المخابرات أنا عم أقول مخابرات الجيش مورطة ولو ما عرفوا أنه في 3000 تون موجودين حتى الأمن العام مورط أمن الدولة مش عارف أمن العام مش عارف شعبة المعلومات مش عارفة يخي في شيء من أن نظل نوارب أو أن نروح بالحقيقة يا أستاذ ماريو حضرتك من عين كفايا مش مزبوط صح إذا جارك بالبيت عم يعمل له شيء يقوط حمام صغير بيطلعوا بكعب البستين تحت العصفور ما بيوصل له كم جهاز أمني بيوصل على البيت أقل أقل الدرك ومع الاستقصاء والمعلومات و1100 جهاز ولو 3000 تون من المتفجرات أو من المواد المتفجرة بنص العاصمة بيروت لهم 6 سنين ولا جهاز أمني عارف فيها هذه يا مشاركين يا متورطين يا مهملين بالثلاثة نظام يحاكمون قانون نعم من الناحية القانونية لا يمكن تسليم التحقيق إلى أجهزة أمنية إن لم نقل متورطة نقول على أنها مبدئيا متهمة بالتخاذل أو بالتقصير بالتالي اليوم ستلجأ هذه الأجهزة إلى إبعاد أو إلى إقصاء ما يسمى ما يمكن أن المعالم من أجل إبعاد المسئولية عنهم هذا من جهة من جهة أخرى اليوم يا أستاذ ماريو إحالة هذا الموضوع إلى المجلس العدلي بالعودة إلى أحكام المجلس العدلي اليوم المادة 355 من قانون أصول محكامات جزائية تتكلم عن موضوع إمكانية إحالة أي دعوة إلى المجلس هذا بمجم مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وهذا ما حصل ولكن من يعين المحقق العدلي؟ يعين المحقق العدلي وزير العدل أو وزيرة العدل يعني بالتالي السلطة السياسية عملا بإحكام المادة 360 من أصول محكامات جزائية وكيف يشكل بالأساس اليوم المجلس العدلي؟ يعني أصدق تقل لي أن السلطة السياسية هي اللي بدأ تعين قضاة التحقيق أكيد بش قضاة التحقيق حتى أعضاء المحكمة لأن المادة 357 بتقول مجلس العدلي يتشكل من رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيسا وأربع قضاء من محكمة التمييز يعينوا بمرسوم يتخذ المجلس الوزراء يعني بالتالي لا ثقة ضمن إطار أجهزة التحقيق الأجهزة الأمنية كونها ممكن أن تكون مطورطة نقول ممكن أقله بالحد الأدنى ولا ثقة أيضا بالطاقم السياسي الذي مبدئيا سيعمل على تشكيل المجلس العدلي ضمن إطار قياسه ومقاصه من الثابت لأنه لا يشكل المجلس العدلي إلا بمرسوم يعني هم بتقول رح بيكون مجلس عدلي مسيس صحيح يعني بالتالي هذا الواقع أو مغمغ أو مغمغ طيما يطلع نتيجة لأي تحقيق وصلنا فيه إلى نهاية سعيدة إلى نهاية حقيقية حفل الدجل بدجل ما وصلنا بهذا البلد إلى ما وصلنا إليه أستاذي زياد بس هيدا الكاميرا فوق الأهراءات أشوف هالمنظر إلى عام تعمل اجتماعات ليلية من أجل تقاسم الحصص أنت ليش زعجة كلمة اجتماع علي ليلة هيدا الأداء وهيدا الممارسة وهيدا الفوقية وهيدا الاستهتار بمصالح الناس وصلتنا إلى ما وصلنا إليه عم تحكيني عن تقاسهم بالجبنة ليش اتفاق معراب ما كان تقاسهم بالجبنة لا ما كانت مصالحة شفنا الورقة بعدين شوفيها تعطيني هون وبعطيكمني لا يا أستاذ ما عليك كانت مصالحة مسيحية أولاً مش أنا بيانت الورقة لحظة خليني خبرك مخصوص الورقة كانت مصالحة مسيحية أولاً ثانياً بموضوع التوظيفات كله حسب الإيلية حسب الكفاءة شو عملوا بالإيلية وبالكفاءة قدامنا لهم إيلية ليش ضدها لأنه قدامنا لهم عناصر عندهم كفاءة ليش ضدها بدي خلي استاذ سعيدي يقول لك وين خطأكم ممكن وين الخطأ اللي تقدموا فيها ممكن يكون فيها خطأ بس هي وقفت بس بهال 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 شو بقولوا الشغل كله ما فيش شي طاله عم خالف للدستور إلا إيلية التعينات لشو عم يعملو مش مخالف للدستور لشو عم تعملوا إيلية غلوب كما يكون في سلاح خارج إطار الشرعية مش بخلافة للدستور متتفقين عليه هيدا بالبيانة مزارية حبيبي فيه دستور استاذ وحضرتون هون استاذ ومشرع في شي بيغير دستور بلادك قلوا وين غلطوا التسويات التسويات بتغير دستور بالدستور بيقول لا سلاح خارج إطار الشرعية ما كنتوا جزئ مننا للتسويه كل مرة كنا ضدوا السلاح وكل مرة كنا نصوت ضد وين غلطوا دستوريا ما غلطوا اليوم بالعودة إلى قانون تحديد آلية التعيين كان هناك تمني بالنسبة بعد أن اطلعنا على القانون واطلعنا على اقتراح القانون الذي يقدم الخطأ الأساسي هو بأي موال؟ 64؟ 65 و 66 يعني بالتالي صلاحيات مجلس الوزراء وصلاحيات الوزير ولكن اليوم هناك أنا حسب ما أعلم أنه هناك مسعى لتقديم اقتراح قانون آخر يراعي مبدئيا هذه الموال أنه لا يوجد مخالف الدستور إلا قانون التعيينات في هذه العسورية التي نعيشها الحكومة الحيادية التي تتحدث عنها حسنا هذه هي حكومة حيادية لكن قبل الشرق سوف نذهب على الحكومة سوف نكون واضحين تجاه الرأي العام اللبناني تجاه أولادي أولا حسنا لأنني لدي مسؤولية بيتية على أولادة وعندي مسؤولية جبيلية على الناس ينتخبوني وعندي مسؤولية لبنانية كوني نيب الأمي حسنا لا شيء نقوم به هو الانسحاب والاستيقال طيب إنما إذا منقدر نوصل إلى سلسية انتخابات نيابية مبكرة حكومة اختصاصيين مستقلين أصحاب خبرة وكفاءة لجنة تحقيق نولية ساعتها استيقالتنا بتصرف أولادي أولاً طيب هاي المجتمع الجبيلية تانية من رأي العام اللبنانية تانية طيب نخلص من موضوع التهم لا ما بتستقيله الاستيقالة هو هروب نحنا مش حبينا نهروب يعني إذا ما هربتوا هلأ رح تهربوا بعد شهر بتكون عملنا دفوارنا عملنا ضميرنا عملنا قضية قضيتنا حكومة الحيادية نعم إذا كانت برئاسة سعد الحريري بتقبلوا فيها نريد حكومة أنا أعتقد خلا نكون واضحين ما بدي يفوت بالأسامي بدنا حكومة ناس اختصاصيين ناس غير كيف تعملوا نفحصها وكيف تحصون الاقتصاصي سؤال اليوم مبقى فيه باللبنان ناس أصحاب كفاءة مجربين رأووا لنعمة اختصاصي أم لا كن يشمع فيهم جبران بسيل من عشي ويعطيهم الدرس لا في وزراء ما بيعرفوا لها جبران بسيل بس اللي يقابهم جبران بسيل شفنا نتيجهم بدنا حكومة أصحاب كفاءة بدنا حكومة ناس مستقلين بدنا حكومة بدنا بحكومة رجل رئيس حكومة مستقل صاحب مشروع ورؤية اقتصادية ومالية انقذية للبلد كلا لسعد الحريري هم بتقول لي مستقل سعد الحريري مستقل مستقل من مين هو بالمستقبل بس مش مستقل إذا بيجي سعد الحريري مع فريق عمل يتحمل مسؤولية وزارته لحاله ونحسبه عليه فيما بعد اهلا وسهلا اما نرجع على حكومة جبران والخليلين وسعد اكيد لا اكيد لا وحتما لا مفهوم الحكومة الحيادية دستوريا كيف دا تقدر تاخد دعم مجلس النواب حصانته تصويته اذا كانت سوري بالتعبير يعني معزولة عن مجلس النواب سيد ماريو نحن محكمون باحكام الدستور اليوم احكام الدستور تتكلم عن ثقة يجب ان تنال الحكومة من مجلس النواب هذا امر مخزي جدا وبالتالي غير مقبول وهذا امر معيوم على الصعيد الديمقراطية اليوم علينا الذهاب الى حكومة حيادية اختصاصي من الاختصاصيين اقله ضمن اطار برنامج عمل واحد هو اجراء انتخابات اجراء انتخابات نيابية بس المجتمع الدولي ما بعرف قديش لحد لا ما حكي عن انتخابات نيابية وبكرة عم يحكي عن حكومة واحدة يا شباب تفضلوا تفاهموا مع بعض ولكن بلشوا بالامور الصغيرة عندما تكلم ماكرون متوجها الى احد السيدات مرديان بمارنخايل قال لها انتم التغيير صح يعني بالتالي مما يفيد على انه انتم التغيير اي الانتخابات النيابية هي التغيير يعني بالتالي محل مبدو البخوري بحضان تلجرة سيد ماريو اليوم الشعب ومصدر السلطات لا يمكن الذهاب بعيدا حول تفسير هذه القاعدة وهذه قد جاءت بالمقدمة بالفقرة دال وعندما نتكلم عن مقدمة الدستورة نتكلم عن شيء لا يمكن تعديله ليس كما باقي المواد بالتالي اليوم من اجل الخروج من عنق الزجاج لا بد من الذهاب نحو انتخابات نيابية بالخلاصة قبل ختام موضوع النيابي تحديدا انا ارى على انه ليس هناك من اي امكانية للخروج من هذا المأزق الذي نعاني به الا اولا بحكومي فقط يكون برنامجة بيانة الوزارة مقتصر فقط على اجراء انتخابات نيابية مبكرة بدي يحضب بيانة الوزارة الحياد ويشيل سؤلسية الشعب الجيش والمقارن كيف ده تمشي انا لا اتكلم عن منطلق سياسي انا اتكلم عن منطلق دستوري كيف ضمن اطار ما يسمى خارط الطريق من ناحية اولى من ناحية تانية ان تحضر بشروع قانون وتستقدم به الى مجلس النواب او اختراح قانون وانا ادعو بالمناسبة النواب الذين تقدموا باستقالتهم اليوم لم تطلق بعد امام الهيئة العامة تراجعوا عنها بالتالي يتراجعوا عنها المادة 18 من النظام الداخلي 18-10-1984 تتكلم عن انه بحال تراجع عنها النائب قبل تلوتها تعتبر وكأنها لم تكن نحن بحاجة الى هؤلاء النواب في معركة انضاج قانون انتخابات او انضاج مشروع قانون تقصير ولاية المجلس بالتالي اليوم الهروب والعرضات الاعلامية التي تجري مبدئيا هنا وهناك والبكاء والعويل هذا امر لا يفيد لا يصرف بمكان اليوم يجب علينا ان نجهد او نوحد الجهود من اجل الذهاب حسب ما ارى الى مبدئيا اقتراح قانون هذا الاقتراح يجب ان ينال على 65 صوت بالتالي اليوم اصوات القوات اللبنانية مع اصوات طيار المستقبل مع الاشتراكي مع الكتائب مع المستقلين ممكن 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 ان نكون على مقربة من 65 وبالتالي عندها يمكن ان يتحرك ضمير اي كتلة نيابية مهما صغر حجمها بالتالي من اجل الذهاب لاخراج لبنان مبدئيا من المقضق الذي يعاني به اليوم طيب استاذ زياد عم بتطالبي حكومة حيادية وعم بتحط الله يعني بيانة الوزاري عم ترسمه يا استاذ انا ما قلتلك لا بس مظبوط هيك ولا غير هيك مستمرين بالازمة المالية والعزلة والتعتير والفقر في استشارات اذا مش بكرة بعد بكرة جمعة الجي هيدي الاستشارات عم تاخد وقتها مت معا بيقول يعني دوير القصر يعني اذا بلا تاخد وقتها مزيد من الهزيمة ومزيد من التعتير والفقر يا خي سيء اذا اليوم طلع اذا بكرة عين رئيس الجمهورية موعد للاستشارات ما بدك تعطي وقت للكتل النيابية ليفكروا مين بدون رئيس حكومة ببلد منكوب مثل الصور اللي عم نعيشها با 24 ساعة لازم تتشكل حكومة اذا بكرة الاستشارات النيابية مين بتسمي مين بتسمي رئيس حكومة يعني بعد ما لا لحظة بقى انو مش انو انا من ضمن فريق سياسي بدي احكي انا ويا عبكرا انا اجتمال تانا حكي بهذا الاطار انما انا شخصيا لا اؤمن الا بشخصية مستقلة صاحبة كفاءة غير مرتبطة لا بحزبه لا بتياره لا بمجموعة نواف سلام قد يكون نواف سلام اللي انا بعرفه شخصيا شخصية تتمتع بحنكة سيسية ووطنية وعلاقات خارجية متقدمة ومتطورة ونزاهة السفير نواف سلام مرفوض من قبل حزب الله شو شو حزب الله بقرر بالبلد لا بس اما بعرف فلصنا هايدي النظرية انو هني بحطولنا مين المسموح ومين المش مسموح هايدي النظرية هني بحطوا خريطة الطريق ونحنا بنمشي هايدي انتهينا منها الى غير راجعة الاستشارات اللي بدا تجرى ما بدك تعطيها مجال مدى مشان يصير فيه توافق سياسي توافق السياسي اليوم فيه واجب وطني على كل النواب بالزهاب نحو حكومة انا عارف انك معترضة على الموضوع توافق السياسي هو الذهاب نحو حكومة اختصاصيين اصحاب كفاءة نقطة على السطر اليوم ببلد منكوب ببلد بحالة مش صايرة بتاريخ لبنان ما فينا نروح على على تشكيل حكومة متل عادي لا نحنا ببلد بحالة كارثة يجب ان نتصرف بحجم الازم اللي نحنا عايشينا بدون يروحوا على استشارات نيابية اوكي يمكن يطلع رئيس حكومة يسمى رئيس حكومة بس بيقعد شهر واثنان وثلاثة واثلاثة واثلاثة ما فينا نقلف لك سيد ماريو اليوم عودة الى احكام الدستور اليوم تبدأ المرحلة ضمن اطار السنادة للفقرة 2 مادة 53 من الدستور بما يسمى استشارات نيابية ملزمية يسمى على اثر رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس النواب السنادة للإستشارات نيابية ملزمية رئيس حكومة اليوم ليس هناك من مهلي في الدستور من أجل أن يباشر أو يبادل رئيس الجمهوري من أجل الدعوة إلى هذه الاستشارات وليس هناك أيضا من مهلي للرئيس المكلف لكي يشكل ولكن اليوم هناك ما يسمى بالمهلة المعقولة المهلة المعقولة التي عارفها عليها القانون الإداري أمام الواقع أنا أؤيد استاذ زياد لجاهد أمام الواقع النص لا يلزم ولكن اليوم انطلاقا من المهل المعقولة كيف تحسب المهل المعقولة استناداً للظرف الذي أنت فيه اليوم نحن أمام نكبة نحن اليوم ضمن إطار ما يسمى بجريمة عصر أنا ما عم ناقش موضوع من هو الرئيس أنا عم ناقش موضوع أي شكل حكومة وشو برنامج الحكومة في شرخ عمودي هائل بالبلد بين هالفريق شو بدون الحكومة وهالفريق شو بدون الحكومة بذات الوقت نحن بحالة اليارة لا خروج من هذا المأزق إلا ضمن إطار تسوي بين الفرقاء لا يمكن القول اليوم أن حزب الله يرفض أو فريق طيار المستقبل يرفض السيد زياد ما بقى بقى تسوية لا يجب أن الوصول إلى اسم على مصلحة لبناء واللبنيين أكيد ما وقبنا تسوية نحن بنكبة بكارسة صحيح بنسع الطرقات بريحة الموت بعدها ببيروت بروح على تسوية جديدة لا أقول لك بالـ 58 صار في معارك أشط ألاف القتلى رحنا على تسوية بالـ 89 شو صار تسوية بالـ 2008 تسوية لا يمكن أن نخرج عن التسوية اليوم التسوية تختلف عن جميع كل اليوم في تسوية مع حزب عنده ارتهانات وعنده ارتباطات ووردت لبنان واللبنانيين بأزمة لمسية لها ما بقى فينا نحمل تسويات مع حزب متورط في صراع المنطقة اليوم لا يمكن استاذ ماريو وضع فيتوات على أسماء إذا كانت هذه الأسماء ستعمل على إنقاذ لبنان اليوم مثلا نعتبر السفير نواف سلام إذا كان يشكل خشبة الخلاص من الوضع الذي نعاني منه اليوم لا يمكن اليوم الذهاب نحو وضع فيتو من قبل أي فريق عليه ولا نكون مدئيا حيث كنا بالتالي لن نتقدم ولا نصل لأي نتيجة وإذا مش بساك وإذا نواف سلام أو غيره أو سواه طبيعي فليشكل فريق عمله هايدي متعطنة قاصم أنا بدي وزارة الطاقة وفلان بده وزارة الأشغال وفلان بده وزارة الخارجية هايدي خلصنا مننا وإلا بعدنا بزيط العقلية وبزيط المنظومة وإلى مزيد منها الهلاك والتعطير يعني عم بتقوله لرئيس الحكومي أيا كان رئيس الحكومي المستقل تفضل شكل فريق عمل مع عكس التشهر وتحمل مسئولية أكيد مع عكس التشهر تفضل قود هايدي السفيني وأنقذ لبنان وكلنا إلاجين بقى ما في شروط على الأسماء اللي بده يحطى رئيس الحكومي أبدا شرط أن يكون معيارة الكفاءة النزاهة السيرة الحسنة السيفيل الكويس والأداء الممتاز ما عنا ولا أي تحفظ على ولا أي اسم الحكومي الماضي كان عندكم قبل يعني قبل ما بلشت شغل كان عندكم تحفظ على أسماء أكيد طريقة تركيبتها وزارة الطاقة مع فريق سياسي لو عشر سنين كلف الدولة اللبنانية بالسنة مليارين يعني بعشر سنين عشرين مليار بلا فويدهم يعني مع فويدهم ثلاثين مليار دولار دين ولن يتخلوا عن وزارة الطاقة وأحد زملائنا من النواب بقول لن نتخلع عن وزارة الطاقة تالإنجازات اللي عملوها كتر خيرون طيب مشن من يعني ما حديثنا رح يكون مركز مجلس نواب حكومة إذا ما مشي حال الحكومي خلال الأشهر المقبلة أنت أمام مساق جديد أمام عقد جديد شو هو الكيرسي أنا رأي وبعض يعني وإن شاء الله كون مختل لا المساق ولا العقد ولا الدستور الجديد اللي ممكن يجي ممكن يجي على البارد يعني الله نجينا راحين إلى الله نجينا مش ضروري حرب بس أنا بخاف تاريخ لبنان تسلسل لبنان ما هلا هل هل تغير دستوره شفت لاش قلتلك نحنا رايحين إلا تسوية ما تغير دستوره إلا عالدم صح مشان هيك التسوية قد تفرض نفسها التسوية ومده تنازلات منكم ومن غيركم نحن مقدمين كل التنازلات عم نقل لهم رئيس حكومة مستقلمة فريق عمل يتحمل مسئولية مشروعه الاقتصادي والمالي مصرّة القوات اللبنانية أو تكتلكن على القليلة ما بدكن ولا وزير فيها أبدا ولا وزير أبدا مش مبدنا وزراء نحن عم نقول بدنا رئيس حكومي يجي مع فريق عمله يتحمل مسئولية المشروع السيد سعيد لما بتحكي عن نظام جديد بتكون تحنا بتحكي عن نظام جديد هو على أنقاض الطائف ولا نظام جديد يحسن العيوب في الطائف اليوم سيد ماريو المشكلة الأساسية ليس في الدستور بقدر ما هو في تطبيق الدستور اليوم هناك فئة أو هناك مبدئيا مجموعة اليوم لا تحترم الدستور ضمن إطار حرفيته ونصه وروحيته عندما نتكلم سلاح داخل الدولة وعندما نتكلم دولي داخل الدولة عندما نتكلم عن مسائل كثيرة مبدئيا يصار إلى ضربة بعرض الحائط بالتالي عن أي دستور أو تطبيق دستور نتكلم السيد سعيد ماكرون لما إجع على لبنان واجتمع بالقادي السياسيين قالوا أن الأمور الكبيرة أنتم ليس قدوا ويمكن أنهم ليس قدوا في الوقت الحاضر لأن التسوية الإقليمية الكبيرة ليس جاهزة بعد لماذا لا نكون عقد حجمنا ونبدأ بالأمور الاقتصادية الصغيرة يعني نبدأ نتفهم أن الأصلاحات بالدولة بدأت سير في 6400 موظف فائد ما بنعرفه وين إني هاو دي بدنا نشيلهم في التهريب في الحدود في المرفأ صحيح لماذا نبدأ بها الأمور الصغيرة عم نروح على على صلاعات كبيرة نحن مش قد أستاذ ماريو هذه الأمور يجب أن تكون على طاولة أي حكومة ستشكل بعد الانتخابات النيابية ستكون على الطاولة يعني بالتالي اليوم علينا أول شيء انبطاق السلطة من خلال الشعب لأنه مبدئيا هناك الكثير من علامات الاستفهام حول التمثيل الشعبي وحول مبدئيا تمثيل مجلس النواب علينا أن نذهب إلى حكومة بجدوى الأعمال أو ببيان وزاري مقتضب جدا وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة تكون هذه الملفات على طاولة بالتالي اليوم لن نذهب نحو مبدئيا ملفات كبيرة بقدر ما هي معالجة المواضيع الاقتصادية الطارئة اللي هي موجودة بس لما عم نحكي عن عقد جديد نعم هيدا العقد جديد بده تفاهم وتوافق كل الأطراف صحيح أول شيء هيدا ده ممكن يخد وقت نعم تاني شيء هل نحن بالارتباطات بكل الارتباطات الموجودة لأنه في أكتر من ارتباط قادرين نوصل لعقد جديد يعني العقد ولا بدنا نروح على حرب تنرجع ننجر على عقد جديد حتى لا نذهب إلى الحرب إلا منقل الحرب حتى لا نذهب إلى الفوضى علينا الاحتكام إلى صوت الشعب علينا احتكام إلى مبدئيا الانتخابات النيابية ولا صندوق الاقتراع اليوم صندوق الاقتراع هي مبدئيا بديل عن الفوضى التي يمكن أن نشهدها صحيح من هنا مبدئيا ما يسمى بالنظام الجديد الذي نتكلم عنه هذه هيها السلسية جديدة لازم كل الهبنين يتقع يلي هي اه اه اوكي واخدت مبكرة واخدته كفريق مئة نائب واخد الفريق الآخر 28 نائب شو فيكن تعمله انا رأيي الشخصي لا حكومات وحلي وطنية ولا انتخابات مجلس نواب وباء الايادة بالتسويات من يفوز فليحكم بهالبناء وخلص اثبتت كل التجارب الاخرى فشل زريع هؤدي المثاومات تحت الطولة وفوق الطولة اجتماعات الليلية وصلت البلد تقسيم الجبن استزياد من يربح انتخابات يحكم وصلتوا على انتخابات النيابية وربحتوا فلنحكم واجت حكومة اخدت ثقة انتو في عندكن قرارات دولية 1559 17 18 18 وقل شو بتعمل شو شو تطلب من المجتمع الدولي ينفذ 1559 اقل الايمان نحن لازم ننفذ لو في نفذ ما نفذوا بدوا ينفذوا تقطار كيف كيف عاجلا او آجلا بدوا ينفذ ما بقى فينا نظل ضد الشرعية الدولية ضربين بعرض الحائط كل المقررات الدولية ما فينا نستمر شفت الحصار المالي والاقتصادي لوين ودى بشركائنا بالوطن متل ما متل ما ودينا لقلنا بالصدفة الازم المالية الاقتصادية اللي عم بعيشها الشعب اللبناني مش بالصدفة اجت هيك بلايلي ما فيها ضوء امر ما قطعت الدولار من السوق اللبناني شو يعني يا وافر هذا حصار وعزلة غربية على لبنان نتيجة ارتهاناتنا بس ما هلأ بلش يفك الحصار عنه هادي فك الحصار على ريحة الموت هادي لا تدوم هادي تتطلب بعد نكتب لك من اجل ان تدوم تتطلب حكومة بيانة الوزارة حياد لبنان كيف بده ان المجتمع الدولي ينفذ الـ 15-50 قل لي كيف بده يفهم حظب الله اولا بده يفهم حظب الله اولا ما بق فيه يستمر بالذات الحالة اللي كان فيها بالماضي ما بقاش قادر لا ناسه قادرة ولا اللبنانيين قادرين مين قالك ناسه ومش قادرة لا انا بأكد لها كيف تعرف الشعب يخيش والشيعة من غير الكوكب الشيعة هني شريحة أساسية من الواقع اللبناني محطر مثله مثلنا انت مش حم تسمعون انت فأزا مش حم تسمعون لا لا مش صحيح هؤلاء عم تسمعون أقليط الأقليات روح شوف هيدا الشيع اللي بيقبط 600 700 800 مليون ليرا كيف عايش هو عائلته بس مؤمن باللي بيقاله يا سيد نصر الله لا لا مش ضرورة مش بالضرورة مش بالضرورة أبدا ما بق فيه ما بق فيه الواقع اللبناني يستمر كما هو أستاذ زياد لو سمحت لي أنا عندي لك سؤال كتير محدد إذا أنت مؤيد للحكومة اللي بدا تيجي والحكومة اللي بدا تيجي من أكتريتكم عم بسأل سؤال افتراضي معلاش طلبت طلبت تنفيذ طلبت من المجتمع الدولي المسندي في تنفيذ القرار 1559 تحديدا لأوين بتكونوا أخدتونا ما تقلي بدوا ينفذ عطيني قلي هايك بدنا نشتغل هاي دا برنامج كل الناس ما بق فيه ضل حزب الله معارض أكترية اللبنانيين فيه انتخابات نيابية أنبسط بسأل عنا أكترية نيابية بدوا يخضع الأكترية النيابية إذا ما خضع بجر البلد إلى الويلات إلى وين إلى الفيدراليين إلى الويلات إلى الفيدراليين إلى الويلات أنا متمسك بلبنان لعش 1452 موحد موحد مع المركزي إدارية موسعة أنا مشروعة من منذ البداية من لما كنت رئيس بهدي لا ينقذ لبنان إلا لمركزية الإدارية لمركزية النفيات مسموح نفياتنا مقبوبية على الطرقات هل مسموح أنه نفيات بيروت تعالج مثل نفيات جبل لبنان مثل نفيات عكار والبقاح هل مسموح الكهرباء تكلفنا أعباء اللي عم تكلفنا لا مركزية الكهرباء لا مركزية المدرسة الرسمية لا مركزية الجامعة اللبنانية كل هيدا الأمور تبني وطن أستاذ سعيد هيدا جزء من الطائف أكيد أساس الطائف فإذا نحن مش متطريين لعقد جديد نحن نفذ الطائف بالتالي اليوم ثابت أستاذ ماريو بالعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني لأنه لم يصر إلى إدراجة بالدستور ولكن اليوم من الإصلاحات الأساسية موضوع اللامركزية الإدارية وهذا هو اقتراح قانون يعالج اليوم وهو موجود أمام نجلة الإدارة والعدل مقدم من الأستاذ روبير غانم وهناك عدد طروحات بالتالي اليوم الذهاب نحو اللامركزية الإدارية هو أمر أساسي ولكن لابد من الإشارة الأمر تطرق إليه الأستاذ زياد اليوم صحيح على أنه الأكثرية فلتحكم لأنه مبدئيا هذه القاعدة التي يجب أن تعظمها بكل الدول الديمقراطية ولكن للبنان خصوصية خاصة لا يمكن الذهاب كثيرا أو بعيدا بهذا الاتجاه يعني بمعنى آخر اليوم تقسيم المجلس النواب تقسيم مذهبي طائفي شئنا أم أبينا هذه هي التركيبة اللبنانية اليوم فيما لو اعتبرنا على أنه النواب الشيعة ككل قد كانوا فيه فريق أو كانوا فيه معسكر خسر هذه الانتخابات لا يمكن الذهاب اليوم لتشكيل حكومي لأنه حتى المادي 95 الدستور تتكلم عن مبدئيا التمثيل ضمن إطار الميزارة على صعيد المذهب بالتالي اليوم أنا أرى على أنه الليلة مسموح لقلهم مش مسموح لقلنا كيف يعني؟ لكم مرة ده عملوا حكومات لحالهم؟ بتكون خلفة الطائف بتكون خلفة الطائف هذه حكومات الوحدة الوطنية وصلت لبنان إلى النكبة أنا فهمت أصدق نتكلم عن خصوصية للبنان أنا رأي هذه الخصوصية وصلتنا إلى كوارث لا سلطة لأي شرعية تناقض نساق العيش المشترك صح؟ شو العيش المشترك؟ في مجلس نواب جديد جاب أكترية واجاب أقلية فلتحكم الأكترية ويمكن عمل خالف الدستور يا خليل؟ إذا هالأكترية كان فيها طايفي خارج ما تتعى هذه المعادلة؟ لا بيكون فيه وزراء من الشيعة من خير السنائة وإذا لم أعطيوك ثقة؟ مين لم يجعلون ثقة؟ ما يعطوك ثقة؟ ما يعطوك ثقة؟ أوف هذا مشروع مشكلة فإذا المشروع مساومات؟ هذا مشروع مشكلة بس حتى دستورياً لا لا يمشي لا 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 دستورياً لا كيف لا يركب؟ يعني اليوم انطلاقاً أنه يركب أو لا يركب اليوم الموضوع هي لا لا يركب إذا صحبوا من الجلسة مش إذا صوتوا ضد لا إذا كان إذا بقيوا بالجلسة وصوتوا ضد السيد سعيدة نحن نحكي دستور بحضورك بس إذا كانت الطائف الشيعية كلياً إذا النواب الشيعاً صحبوا من الجلسة تعتبر الجلسة بان هنا لان غير ميسائية انت متوقع ما ينسحبوا؟ فأذن أنا مش شايف بقى بالإذن شغلي بقى اللي بيحتي ممكن بالدستور أكثر بس أنا مش شايف بقى حكومية واحدة وطنية يعني بالتالي اليوم أخر نقطة نعم هذه النظرية تصح فيما لو كان مبدئياً هناك فريقين سياسيين وهذان الفريقين لهم مبدئين امتداداتهم على كيف الطواقف والمذاير إن شاء الله يطلع مسيحيين وسنة وشيعة من كيف صحيح هون تختلف معادلة ساعة الديمقراطية تتحقق به الموضوع عندي لقى لك سؤالين سريع أدي عاطي حالك مجال أو ككتلة بأنه اقتراح القانون يقربي مجلس نواة بتأثير مدة ولاية شهر شهر ونص شهر شهر ونص إذا هذا ما صار زياد الكتلة الجمهورية القوية الجمهورية القوية تستقيل إذا لم تستقل زياد حواط يستقيل شكرا لك شكرا لك شكرا أستاذ ماريو بدي أتشكرك المشاهدين الكرام على متابعة هذه الحلقة من صوت الناس استاذ سعيد شكرا لكم بدي ذكر أنه نحن بعد تقريبا خمس دقائق أو ست دقائق من هلأ لبنان كله على موعد مع وقوف دقيقة دقيقتين خمس دقائق صمت صلى عن أرواح كل الذين سقطوا من تقريبا أسبوع الماضي مش تقريبا أسبوع الماضي في تمام هذا الوقت ساعة ستة وست دقائق إن شاء الله يا رب أجراس الكنائس ستقرع الأذان سيكون أيضا في الجوامع في لحظة تأملية في لحظة تقدير وفاء احترام إجلال لكل الضحايا اللي سقطوا أثلافاء الماضي راح نكون كلنا سواء إن شاء الله وقفين بدقيقة صمت وصلا عن أرواحهم جميعا حلقتنا انتهيت عمليا اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل في تمام الساعة السادسة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا